ما إن أعلن التوقيع على مذكرة التفاهم بين ترابلوس وأنقرة حتى سلت سيوف الأقارب والأباعد وسلق حكومة الوفاق بألسنات حداد حتى لكأن الطرف الآخر لم يستجلب العرب والعجم ولم يستعم بالغرب والشرق في عدوانه على ترابلوس المعادلة الصفرية التي يريدها حفتر للمشهد في ليبيا هي التي دفعت حكومة الوفاق دفعا نحو البحث عن حلفاء يمكنهم التعاون معها لتعديل الكفة قليلا بعد أن كادت أن ترجح كفة العدوان بالدعم الإماراتي المصري الروسي الفرنسي وهو ما جعل رئيس المجلس الرئاسي يستنكر موقف الإيطاليين بقوله هل تتوقع روما أن نتفرج على تدمير بلادنا وقتل أبنائنا ونحن نراقب بصمت؟ الدفاع عن النفس لا يستدعي أخذ الإذن من أحد وحكومة الوفاق حكومة معترف بها لدولة ذات سيادة هذا هو المنطق الذي جادل به السراج من يعترضون على عقدهم اتفاقية مع الدولة التركية لها شق أمني عسكري في الوقت الذي يقيم الآخرون علاقات مع حكومة إثني غير المعترف بها كما هو الحال مع اليونان المحور المضاد الذي تشكل عقب الاتفاقية المبرمة بين الليبيين والأتراك يواصل مباحثاته لفحو التفاهم بين ترابلس وأنقرة حيث كشفت خارجية اليونان في بيان لها عن لقاء وزير خارجيتها نيكوس داندياس مع خليفة حفتر في بنغازي لبحث مذكرات التفاهم بين تركيا وليبيا متجاهلين الحكومة المعترفة بها والعاصمة الرسمية للدولة ليناقش الحل السياسي مع قائد العدوان الذي أجهض كل الجهود السياسية لحل الأزمة وفي رده على هذه الزيارة قال وزير الخارجية محمد سيالة إنها خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية التي تعتبر حكومة الوفاق الممثلة الوحيدة لليبيا وأوضح سيالة أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإثريقي والأوروبي يقرون أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي ينبغي التعامل معها ويعتبرون التواصل مع الحكومة الموازية أمرا غير مشروع على حد قوله أما عن الجانب التركي فلا يزال متمسكا بمواقفه الدعمة لحكومة الوفاق حيث أكد الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان استعدادهم لتقديم كافة أنواع الدعم العسكري لترابلوس التي وصف حكومتها بأنها الحكومة المعترفة بها من الأمم المتحدة معرضا بداعم حفتر الذين وصفهم بأنهم يدافعون عن بارون حرب من جهته أكد وزير الدفاع التركي خالوسي أكار أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا حتى تحقيق السلام والطمأننة والأمن وفق تعبيره مع تجديده على أن تركيا ستواصل العمل مع ليبيا في إطار التعاون الأمني والعسكري لافتا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة بين البلدين على حد وصفه